أكد الرئيس عبد الفتاح أسيسي أن الدولة تسابق الزمن لدخول 3.5 مليون فدان الخدمة في أسرع وقت ممكن وأوضح الرئيس سيسي أن هناك جهدا وتكلفة كبيرة جدا لتقليل فجوة الغزاء في ظل تحدي النمو السكاني بأن المصنع ده بالأسماد اللي حينتجها أنا بتكلم على 3.5 مليون فدان منتظر يخشه أمتى بالكتير نص السنة الجاية أو آخر السنة الجاية نص السنة الجاية أو آخر السنة الجاية إن شاء الله بنبذل جهد كبير جدا جدا عشان الرقم اللي بنتكلم عليه ده يتحقق يا آخر السنة الجاية بالكامل أنا بتكلم في 3.5 مليون فدان وأنا بقول للمصرين على حاجة أنت تعودتوا معايا عليها إن شاء الله اللي بحاول أكون صادق وأمين معاكم في كل كلمة أولى ما نوعيدش بواحد ما نقدرش ننفذه وعشان كده قلت إننا تاني وتالت التقطيع الإعلامية للمشاريع ديت هتدي للناس إحساس كبير جدا جدا بإن ما يبقاش قلقانين قوي رغم إن أنا بتكلم في المو سكاني خلال 10 سنين اللي فاتوا دول إحنا بنتكلم على الأقل في 25 مليون فلو ما كانش عندنا إنتاج يقلل حجم الطلب اللي ميجيبه من بره بقى